علم اجتماع الدين علم اجتماع الدين يدرس التأثيرات الاجتماعية والثقافية للدين في المجتمع يتناول للباحثون في هذا المجال مواضيع مثل دور الدين في تشكيل القيم والسلوك الاجتماعي وتأثير الدين على هيكل المجتمع وكيفية تفاعل الأفراد مع التجارب الدينية سوسيولوجيا الدين تستكشف تفاعل الدين مع العناصر الاجتماعية يدرس هذا العلم كيف يؤثر الدين في هيكل المجتمع والعلاقات الاجتماعية يتناول أيضاً دور الدين في تشكيل هويات فردية وجماعية وكيف يمكن أن يكون للتدين تأثير في صياغة السلوك واتخاذ القرارات يمكن تبويب هذا التحليل إلى عدة مجالات 1- الهيكل الاجتماعي دراسة كيف يؤثر الدين في تشكيل هياكل المجتمع بما في ذلك التوزيع الاجتماعي للقوة والسلطة 2- السلوك الاجتماعي فحص تأثير الدين على سلوك الأفراد وكيف يتفاعلون مع بعضهم البعض في المجتمع 3- التأثير الثقافي استكشاف كيف يصهم الدين في تشكيل القيم والتقاليد الثقافية وكيف ينعكس ذلك في فعاليات المجتمع 4- الهوية الدينية فهم كيف يلتزم الأفراد بالهويات الدينية وكيف يؤثر ذلك على تفاعلهم مع محيطهم 5- التغيير والتطور استكشاف كيف يتغير دور الدين مع مرور الوقت وكيف يتأقلم مع التطورات الاجتماعية والثقافية مع تحيات الأستاذ لطفي إتلاتلي ترجمة نانسي قنقر